ماذا استند العلماء على أنها في رمضان فقط و أنها ليست في سائر العام و أنها أيضا تتكرر في كل عام لأن الله تبارك و تعالى قال أولا في كتابه الكريم قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن و هنا قال و ما أدراك ما ليلة القدر ليلة الإناء قال إنا أنزلناه في ليلة القدر فدل ذلك على أن ليلة القدر هي في شهر رمضان ثم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بيّن لأصحابه قال فلتمسوها في العشر الأواخر من رمضان و في العشر الأواخر من رمضان و لتمسوها في كل وطر منه و كان عليه الصلاة و السلام يعتكف في رمضان فيعتكف العشر الأوائل فقيل إن الذي تطلب أمامك فاعتكف العشر الأواصل فقيل إن الذي تطلب أمامك فاعتكف العشر الأواخر و هكذا كان هديه عليه الصلاة و السلام و هذا الذي أخذه عنه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم و بهذا سارت هذه الأمة أن هذه الليلة إنما هي في ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك و أكثر قولهم أنها في الليالي الأوتار من العشر الأواخر نسأل الله تبارك و تعالى أن يجعلنا ممن يقيمها إيمانا و احتسابا